بارك يا رب فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجلي البشير بركاته تكون مع جميعنا أمين في ذلك الزمان ذهب الفرسيون وتشاوروا ليصطادوا يسوع بكلمة ثم أرسلوا إليهم تلميذهم مع الهيروديسيين يقولون له يا معلم نحن نعلم أنك صادق تعرف طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تراعي مقام الناس فقل لنا ما رأيك أيحل دفع الجزية إلى قيصر أم لا فشعر يسوع بخبفهم فقال أيها المراءون لماذا تحاولون إحراجي أروني نقد الجزية فأتوه بدينار فقال لهم لمن هذه الصورة وهذه الكتابة قالوا لقيصر فقال لهم أعطوا إذن لقيصر ما لقيصر ولله ما لله حقا والمجدول الله دام هايما الاخلا الأخوات أهلا وسهلا بكم نتقابل مرة تانية بعد ما أرجعت من الرياضة الروحية بتاعتي الحمد لله كانت موفقة مريسوة أشوفكم ونصلي مع بعض الأداس بالعربي الرب بيستقبلنا بكلمة هيلة أنا وإنتو عشان يساعدنا دايما حتى لو كلام الرب مرات قاسي لكن قصوته دي مش لأنه غضبان علينا لا مرات قاسي لأنه بيحبنا عمر الأب ما يأسى على ابنه إلا لو بيحبه عمرهما كانت قسوة للقسوة فنرى يسوع بيحصل معي النهاردة وبيعمل إيه وبيقول لنا إيه بيقول كده القديس متى سمعني كويس وراء فليب مسموع كويس أوكي بيقول كده القديس متى الفرسيين مجموعة تانية اللي هم من الهيروديسيين رحوا مع بعض عندي يسوع من الفرسيين دول اللي عندهم مسئولية شرح كلمة الله للشعب يعني المسئولين عن تكوين الإيمان للشعب وعندهم سلطة طيب الهيروديسيين هم مين دولا يهود الفرسيين دولا يهود وهم مسئولين الشعب في تعلمهم الهيروديسيين ناس يهود ولكن من أتباع هيروديس اللي تابع للامبراطور الروماني اللي كان مستعمر الأرض بتاعة فلسطين فدولا تابعين الهيروديسيين دول تابعين للامبراطور الروماني فشوفوا الفرئتين عادة الفرئتين دول كانوا دايما في مشاكل لرب السماء مع بعض يعني كلهم يهود ولكن الفرسيين ضد الهيروديسيين ليه؟ عشان تابعين للملك الرومان الامبراطور وبيلموا الفلوس وإلى آخره ودول ضدوا دول لأنه دول هم سيطرين على الشعب فكانوا كده على طول الفرسيين والهيروديسيين كده على طول النهاردة بنلاقي الوضع مختلف النهاردة ايه اللي بيحصل هما الاتنين مع بعض أصحاب وحبايب ليه؟ لأنه عندنا عدو في النص اسمه مين؟ يسوع من فترة طويلة عايزين يمسكوه ويحكموا عليه ليه؟ لأنه بكلامه وتعليمه بيشد الشعب وبيفقد السلطة سواء دول أو دول على الشعب فالمسألة بالنسبة لهم سلطتنا رايحة بما أنه فيه هذا الشخص في النص فتعالوا نتفق مع بعض ونروح نشوف ممكن نعمل مع بعض ضده فاتفقوا ورحوا نهارده اللي دي سمت بيحكي هذه المقابلة فبيبتدوا الكلام بالطريقة دي بيقولوا يا معلم هم كرهينه وما بيحبوش وعايزين يصطدوه بكلمة عشان يحكموا عليه بس يشوفوا الكلام يا معلم نحن نعلم أنك صادق هل ده غلط يسوع صادق نحن نعلم أنك تعرف طريق الله بالحق بتعرف طريق ربنا صح ده غلط لأ صح يسوع كده وإنك لا تبالي أحد لما في حاجة عايز تقررها ما بتبصش لوش الناس وتشوف ده معايا أقرر اللي هو عايزه ده مش معايا قرر اللي هو يضده لا ما بتبصش في وش حد لا تبالي بأحد بتقرر قرارك اللي انت شايفه اللي انت راجل ده غري تتأثرش بالناس لا تبالي بأحد لأنك لا تراعي مقام الناس ده كبير ده علي المقام أنا أعمل لو أعايزه دواتي المقام أكل وادوس عليه لا أنت لا تبالي بمقام الناس قل لنا بقى رأيك إيه أيحل دفع الجزية إلى قيصر أم لا واخدين بالكم من المؤدمة الجميلة هما ما قالوش ولا حاجة غلط يسوع إنسان صادق بيعلم طريق الله بالصدق والحق يسوع الله يراعي مقام الناس ودوه غريف كلامه ما قالوش حاجة غلط لكن هل هو ده اللي في قلبهم هل هو ده اللي هم مقتنعين بي لا ليه لأنه كرهين وعايزين موتوا طب ليه جايين يقولوا له الكلام الحلو ده نخلي بالنا في النقطة دي أنا حقولها لك من الآخر خاف من اللي ييجي يبتدي كلامه معاك بالمديح في شخصك بن قوسين يعود ينفخ فيك خاف من ده ليه عشان مش ده اللي في قلبه لما نفخ فيه واحد عايز منه حاجة فاديله كلام معسول ده من لحظه نسمعه بودانا في ناس تحب كده تلين اللي قدامها بكلام معسول لكن ياسوع حصل ايه استقبل هذا الكلام وحسب خبسهم عندهم خبس فراح رد عليهم قال لهم ايه ايها المراؤون على طول يعني ايه يا مرائي مين هو المرائي الانسان اللي عنده دبل برسوناليتي دبل مزدوج مزدوج انسان عنده ازدوجية فقلبه حاجة بيغطيها وبشفيفه يطلع حاجة عكس يتكلم عكس قلبه في ناس كده في ناس اللي في قلبها على لسانها الحمد لله مين هو المرائي؟ المرائي هو الشخص اللي في قلبه حاجة مختلفة عن اللي بيقوله لسانه ويكلم اخوه بيها ده المرائي ايه اللي في قلبهم؟ عايزين يموتوا طب جايين تقولولي يا معلم وانت بالحق وانت صادق وانت ايه؟ يا صوع ما استحلاش الكلام تشعر كده لانت لما تيجي تقولي يا ابونا الجمال ده ده انت أستاذ ده انت وانا جا رد عليك يا كداب هتحب انت الموضوع ده؟ هتتكشف وبعدين بيحصل ايه؟ بيقول لهم ايها المراؤون ليه بتحاولوا احراجي؟ عايزين تحرجوني لي لانه ايه السؤال؟ جاوبنا اه او لأ ندي الجزية يعني الضريبة ندي الضريبة لقيصر ولا لأ؟ اجابتك تكون كلمة اه او لأ؟ المشكلة فين؟ المشكلة لو قال اه ادو الضريبة الفرسيين والشعب حيجوا ضده ليه؟ لانه شايفين الضريبة تقيلة فكفايا حرام ما تضغطش علينا انت المعلم فلو قال ادو هو بيجي عالشعب لو قال ما تدوش الضريبة ما هم يقاه يلأ ادو يبقى ضد الشعب ما تدوش يبقى ضد مين؟ الهيرودوسيين اللي هما رجالة هيرودوس الامبراطور بتاع روما فيعني لما يقول ما تدوش يعني جاي ضد السلطة العليا فاذا جوابه اه او لا غلطان وحيتمسك وحيددوله على دماغه يسوع بيجاوب اه او لا ما بيجاوبش او لا فهم الخبس الخبس بتاعهم وحطاهم مكانهم يا مرائي قبل ما نكمل ادام عايز اقف معكم وقفة هل في حد هنا عنده هذا الاسلوب مرائي مرات يتكلم مع اخوه او مع اخته مع جوزع ومراته بكلام مش زي اللي في قلبه مرات بيحصل اعوه لا اشكرك لانك حقيقي للاشخاص دول لي وليك الرب بيقولك يا مرائي انا عايز منك حاجة واحدة بس قلبك يكون مستقيم طب حقولك انت مرائي في ايه يجي يوم الحد تيجي بقى القداس لو ما جيت شابنا هيزعل فتيجي القداس وتصلي وتتكر على الله لكن يوم الاثنين ويوم التلات شوية امار هنا شوية مش عارف ايه هنا بالتليفون شوية مش عارف ايه قذرات من هنا عينك ما بتبطلش على الستات والنظر من هنا يعني ايه يعني تيجي القداس وتقول لربنا انت حبيبي انت كل حاجة في حياتي وتطلع برا تقول للعالم واوسانه انت حبيبي وانت حياتي يبقى انت بتيجي الربنا بتقول كلام كداب في يسوع يقول لك يا مرائي النهاردة لو حياتك وتصرفاتك عكس اللي بتؤمن بيه في قلبك يسوع بيقول لك الكلمة دي بيقول لك ليه عايزي هزقك جميه عمره ما ببنا يحب هزقك عمره ما يسوع يحب هزقك لكن يقول لك ليه يا مرائي عشان يحطك في الحقيقة ولكن تبه ما تكملش تعبدني بالطريقة دي فسفرق شعية في أماكن تانية يقول ايه انا كرهت صلواتكم كرهت ايام السبت اللي بتيجوا فيها تصلولي بسمع كلامكم بلاقي حياتكم عكس اللي بتقولوه بقرف من زبيحكم انتم منفقين كفاية بلاش أصلوا بالعبادة دي فربنا عايزوا يقول لنا حاجة اللي في قلبك وده اللي تعمله تكونش منفق تكونش منفق بقك ما يطلعش عكس اللي في قلبك بقك يطلع اللي في قلبك وخد الحساب عليك ده ان يساعد لك ايه في الانجيل في العهد القديم الرب يقول ايه يا بنية اعطيني قلبك ولي طارة عينك طرقي ما عايز قلبه مستقيم ما عايز قلبه مستقيم ما عايز قلبه درواه تظلمش تباش منافق حطني في قلبك انا هخليك انسان مستقيم فالكلمة دي بتوصل لنا كلنا بعد كده لما بيسألوا السؤال بيجاوب عليهم ايه هو السؤال ايحل دفع الجزية لقيصر ام لا فيزهر ما كانش في جيبه فيه فلوس دينار فراح طلب دينار اعطوني دينار ادوله دينار عملة كده فضية مدورة وعليها صورة صورة اتنين القيصر ومن وراء العملة لها وجهتين واحدة عليها صورة والتانية وراها كتابة فسعب يسأل ادوله الدنار فقال لهم الصورة دي بتاعت مين والكتابة دي لمين قالوله لقيصر اوكي انا هجاوبكوا على السؤال دلوقتي بس مش بالطريقة اللي انتوا بتقولوا عليها هجاوبك بطريقة تانية الصورة دي لقيصر اد القيصر ما لقيصر واد لله ما لله ايه اللي لقيصر وايه اللي لله هقول لك مين عارف حد عارف ايه اللي لقيصر دي سهلة اللي هي الدرائب اد الدرائب للحكومة بطل تمشي في الكاش وتحت التربيزة وضح دخلك مع الكنتابل ود الدرائب ده اللي ياسوع بيقوله النهاردة اعطوا مالي قيصر يا قيصر انا مضطر اقول لكم الكلام ده مش انا ده ياسوع اللي بيقوله النهاردة لان الدرائب مهمة للحكومة حتى لو كانت عالية حتى لو بيغلوا كنيسة لازم تدفع الدرائب فين الكنتابل جينا عرضه لما جاش الكنتابل موجود بتدفع الدرائب لو ما دفعش الدرائب انا اتخانق معا الكنيسة لازم تدفع الدرائب كل حاجة بنشتريها كل حاجة بنعملها بندفع الدرائب اي مشروع لازم ندفع في الدرائب حق الحكومة عالي ده اللي بيطلبوه احنا بمطيعه ندي للحكومة اللي هي عايزها فيسوع يقول ادي لقيصر ما لقيصر عود بنتك وعود ابنك من اول ما بتدخله دخل يد الدرائب ده مهم ما بتكلمش على عشور بتكلم على درائب الحكومة ده مهم بعد كده بيقول اعطي ما لله لله ايه لي لله اعطي ما لله لله ايه لي لله من يقول لي انك تجي له القداس يوم الحد انك تحط ايدك في الصناية وتحط لي مش عارف كم انه لما يبعث لك الكنتابل ويقول لك ده وقت العشور بتبعث لك شيك وهو ده لله لا بي حاجات عشان نعيش شعيش بيها المبنى بيعيش الناس بتعيش عادي لكن ما لله هو ايه هو انت هو انت هو دلي لله ليه العملة عليها سورة سورة مين القيصر اعطي ما لقيصر لقيصر الدرائب اديها طب وانت عليك سورة مين ما انت العملة بتاعة ربنا انت 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 العملة بتاعة ربنا عليك سورة سورة مين انت مخلوق على سورة مين يا حبيبي على سورة الله ومثاله انت عملة الله انت بتاعه انت لي ادي القيصر ما لقيصر ودي لله ما لله انت لله يعني شغلك لله جوازك لله كهنوتك لله حياتك لله مش ساعات الصلة اللي تيجي تقضيها لا لا حياتك اليومية بتاعت كل يوم ماينفعش تيجي تصلي نص ساعة يوم الحد وتطلع بعد كده تعيش الاسبوع كله لنفسك الشغل لنفسك والبيتك والعيلتك والعيالك بس لا كل ده لله بالله في الله الحياة اللي احنا واخدينها مش لينا لله شكده حبابي الانجيل ده جاي يساعدنا يقول لنا حاجة مهمة توبوا يا جماعة توب يا ابونا توب يا شماس توب يا كل شعب الكنيسة بس يا ولد خديها بفعوضة الأطفال هناك عشان يتعمل دوش نتوب كلنا يعني نتوب ده اليساو بيقوله نغير طريقة حياتنا ما نكونش مرأيين ننتبه نتنور على قلبنا هل بنقول عكس ما فيه في قلبنا نتوب عن ده نمرة نمرة ندى الدرائب كما يحق ونبطل نلعب في الكاش نمرة تلاتة ندى نفسنا لله يعني يعني تحط ربنا نمرة واحد في حياتك أهم من الشغل أهم من الولاد أهم من الزوجة أهم من العواطف مع العيلة لو حطيت ربنا نمرة واحد في حياتك كله حيمشي هايل الزوج والزوجة والعيال والشغل كله حسب إرادة الله أمين